اشتركوا في القناة يكسسحوا الحرس النيجاري بخماسية ويعبروا بسهولة للدور الثاني من دور أبطال أفريقيا وضمن الفريق الرجاء الريدي مكانه في الدور الثاني من أصبة الأبطال الأفريقيا يتجاوزوا فريق الحرس الوطني من نيجار بكل سهولة ومع ذلك الفريق النيجاري بخمسة أهداف دون أرد الرسمية بالدور تمهي الأول من أصبة الأبطال والذي جاءت أطواره على أرض يشمعها العربية الزائلة يبطر بيضاء بالأمس ودخل النصور بهدوء كبير في المباراة بفضل فوزهم ذهبا بهدفين مقابل هدف واحد وهو الفوز الذي يمنحهم الرياحية كبيرة لإمتصاص حماس النيجاريين انتظر الفريق الأخضر حتى الثقاقة 28 لفتشح النتيجة عن طريق محمد زريدة بعد عملية ثنائية مع صابر بو كرين وبعد خمس دقائق فقط أرجع نوفل الزرونيو سجل هدف الثاني بطريقة رائعة تزيد ياسرية قوية اكتف الحارس النيجاري ومتابعته يكد دخل الشيباك وفي آخر ثواني الشيباك الأول نضم طاير الأيمن محمد بولكسوت القائمة الهدفين تسجيل الهدف الثالث الرجاء بعد عملية جماعية منصقة وتمرير رائعة من صابر بو كرين وانتهى النصف الأول من اللقاء تقدم الفريق أخضر بثلاثية نظيفة وفي الشيباك الثاني وصل النصور بنفس الناج ووزوا الناتجة بهدفين توقع أدام النفتي بطريقة 54 وصابر بو كرين بطريقة 67 لخشم الخماسية الرجاوية عادي الهالة الأداء والنتيجة كانوا إيجابيين وهذه المباراة ليست معيارا لتقييم مستوى الفريق وأتبر عادي الهالة الرئيس المؤقت الفريق الرجاء الرياضي أن تأهل كتب الخضراء للدور تمهيد الثاني من دوري أبطال أفريقيا ماشي معيار لتحديد مستوى الفريق وأشهد أداء اللائبين في المباراة وقال هالا في صريحات صحفية عقبة اللقاء الحمد لله الأداء والنتيجة كانوا إيجابيين وهذه المباراة ليست معيارا لتقييم الفريق نظر الاختلاف من المستويات وزاد عدنا إكرهات وإن شاء الله سنقوم برفع المنع وستكون انتدابات ملؤ بها مراكز الخاصة في الفريق الرجاء الرياضي وجه دعوات الرؤساء النادي السابقين لهذا الغرض وجه فريق الرجاء الرياضي دعوات رسمية لكافة رؤساء النادي السابقين لحضور مواجهة فريقه ضد الحرص الوطني النيجاري التي تجرت بالأمس بمركب العربي الزاولي وأكدت إدات منابر إيلامية أنه تم توجيه الدواء لكل محمد أوزال عبد الله غانا محمد أمور عبد الحميد الصويري عبد السلام حانات وجود الزياد وسائد حسبان بالإضافة الرشيد الأندلوسي ودعوه لعائلة الرئيس الراحل عبد القادر الدناني وأكد مصدر المطلع أن الرجاء أدف من حضور الرؤساء السابقة لأول مباراة كي يستقبل فريق الاخترى بطالب غضاء بعد سنة من الاغتراب ببرشيد بعد إغلاق بمركب محمد خامس ثلو الإصلاح بعد فسخ عاقدي مع الوداد لاعب يوقع رسميا في الرجاء وحسن فريق الرجاء الرياضي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بتعاقده مع الدولي الموريطاني محسين بالده وتوسط الفريق الرجاء الاتفاق نهائي من متوسط الميدان الموريطاني عندما مصوف النص الخضر بعقد كيمتد التالة موسم ريادية قادمة هذا هو التعاقد الرجاء مع الوداد في صفقة انتقال الحرم مستفد من فسخ عقده مع الغريم تقليدي الوداد قبل أيام قليلة وكي سالهم مسؤول الرجاء الزمن من اجتراف عقوبات المال من التلابات الدولية وكذلك المحلية بهدف تأهيل اللاعب يجدوا المتذبين خلال المركض الصيفي الجاري لحم القميس الفريق الأخضر في المنافسات المقبلة مفاجأة السينيجالي أوسمان ساخو يوقع في كشفات الرجاء عقدا لموسمين يوقي واصل الفريق الرجاء الرياضي تأزيد تركيب جول بشرية وإبرام تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وكذا جريدة الأخبار أن اللاعب السينيجالي أوسمان ساخو ووقع رسميا في كشفات الرجاء الرياضي بالأمس وذلك بعد اقتناع المدرب روزمار سفيكو مؤهلات اللاعب واجتيازه للفحص الطبي صباح أمس السبج بنجاح ووقع ساخو يقدر رفقة الفريق أخضر كمجد الموسمين مع إمكانية جديدة الموسم إضافي وكشغل عوثمان ساخو مركز جانح الأيسرة وخذ عدة تجارب أبرزة رفقة سينبا الطنزاني كما توج خلال حفل جوائز الأفضل في القارة بلقى بصاحب أفضل هدف أفريقيا في عام 2022 وهو الذي سجل في شبك أسيك ميموزا الإبواري في نفس السياق حسم البوسني روزمار سفيكو مدريب فريق الرجاء في مصر اللاعب الآخر الذي اخذأ الجريبه رفقة النادي في أفق انتدابه خلال مركزه الصيفي وأتزفكو الضوء الأخضر المسؤول الرجاء لتعاقل مع اللاعب الغني فريدريك بيكورو بعدما اقتنع بمؤهلة التقنية لتعزيز خطوسط ميدان النسور خاص فيفا تمنع زانباور من الاتماد على محمد المكازي وفي التفاصيل حالة عقوبة الاتحاد دولي الكرات القناة فيفا دون ما يعتمد المدرب الألماني جوزاف زانباور اللاعب الرجاء محمد المكازي في أولى مباراة الدوري السعودي وكيوقف المنع دون التعاقد بشكل رسمي مع المكازي التي تواجد في تدريبات الوحدة السعودي في الساعات القليلة الماضية بل تابع مباراة الأخير بالتفاريق الرياض والتي انتهت بالتعادل الإيجاية ثلاثة الأهداف مثلها وكي يطلب من الوحدة دفع ما يقارب 7 مليون أورو لتعاقد بشكل رسمي مع المكازي ويسري بوثوق وهي القيمة المالية المطلوبة لرفع المنع بشكل رسمي هذا وكان زانباور كي يرغب في انتداب أكثر من اللاعب رجاوي لكن عقوبة المنع حال دون استجابة المتمنياته بل أن مقامه في السعودية يقدر انتهي في أسرع وقت في حال ما استمرت النتائج السلبية كان هذا آخر خبر رجاوي في عدد اليوم جونا البيرغ في أمان الله ونطلقوا في أخبار رجاوي جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة